أسعد الله مساءكم نعود عبر هذا العدد بالقانون إلى جو الأسئلة والأجوبة نتبادل طبعا في كل عدد السؤال والجواب لكل ما يشغل اهتماماتكم وما تعلق باستشاراتكم القانونية والقضائية نبدأ مع أول اتصال السلام عليكم عليكم السلام معك الأخ وليد موليد كيكدا اللهي بارك سي وليد مرحبا بيك أستاذ عندي بارك واحد للإنشيارات بخصوص عندي أربعة دعوة قضائية بخصوص مخالفة الدرب مخالفة الضرب مخالفة الضرب مخالفة الضرب مخالفة الضرب أستاذ مخالفة الدرك الضرب الضرب نعم الضرب أستاذ تم الحكم تم الفصل فيها بالمحكمة أنت اسمح لي أنت أوضح إياه نعم أنت أوضح إياه أستاذ رفعت ضد واحد جاري أستاذ دائلية رفعت بيشكوة قضائية مرفوقة بشهادة طبية عجل مدة بتاعتي أيام شهادة طبية أجبتها معنى الطبيب الشرعي طبعا معنى الطبيب الشرعي طبعا أستاذ تم الفصل فيها بالمحكمة تعويد الطرس المدني 50 ألف دينار جزائري وغرامة مالية 16 ألف دينار جزائري نعم استأنفت الحكم إستأنف الحكم إستأنفت الحكم لي وأنا والمتهمتين استأنف الحكم نعم لما تم البرمج جدول الفقابية بالمجلس المتهم غاب عن الجلسة غاب عن الجلسة غاب عن الجلسة تم تأييد نفس الحكم نعم عندما أستخدمت الصيغة التنفيذية ربطت المحكمة لدي صيغة التنفيذية لتنفذ الحكم رغم أن المتهم تم تبليغه عن طريق المحدر للغضائي عن طريق التعليق نعم برك أستاذ عندي بخصوص بركة سريعة عملية التنفيذ ليس الإجراءات يقوم بها وهل بإمكان المتهم أنه يعرض الحكم لما يتم تبليغه طبعاً هو القرار ليس الحكم الحكم على مستوى المحكمة على مستوى المجلس يصدر القرار في المنطوق تاو اعتبر حضوري ويجاهي في حقك ولكن في حقه هو اعتبره غيابي اعتبره غيابي نعم ندخل جوبك تعويض تأكشحال 50 دينار خمسين ألف دينار ما تدير لك خمسين ألف دينار مصاريف نعم أستاذ خمسين ألف دينار ما تدير لك لا لا أستاذ لكي لا يتوقف عن حده لا علي لكي نوقف عن حده لا يصبش الناس ولا يضربش الناس ولا يحتديش على الناس لازم التعويض يكون كبير هذه هي الطريقة الوحيدة والله التعويض يفعل يفعل ما يفعله السجن تحكم على إنسان بتعويض كبير أحسن أنك تسجنه لأن التعويض قدرت تحزنه بيته لأنه راح يعرف اللحظة هذه لما تكون تديره في عمية الحجز راح يعرف الشي اللي يداره قلنا باللي السجن مع الوقت والله ولا ما ينفعل مع ذلك أدو كنت جوابك شكراً بارك أنت هذا حيت ضرب وجرح عمدي من طرف شخص من جارك والله ما يهمش المهم أنك قدمت شكوة تاعك راح في المحكمة راح في المجلس تم تأييد الحكم وتم منحك تعويض بالنسبة لي كنت بالنسبة لي هو قرار غيابي لأنه إذا أعطوك سيغة تنفيذية الآن وجاء الخصمتك دير معارضة وتعرف بأن المعارضة تلغي الحكمة برمته سواء على مستوى المحكمة أو على مستوى المجلس وطبع المعارضة تندير دائماً في الدرجة التي كان فيها أحد الأطراف غيب أو صدر الحكمة والقرار في حقه غيابياً يعني أنت كالي يكون حاضر يدرله حضوري كالي يحضر لي المحاكمة ونهار النطق بالحكم ما حضرش يدرله حضوري غير وجاهي كالي ما حضرش تماماً يدرله غيابي إذن تقول لي الآن مش ندير إجراءات نقول لك أنا تبلغ له الحكم القرار في شقه المدني ولكن كنت تبلغ له القرار في شقه المدني الشق الجزائي لازم تسعى النيابة إلى تبليغه لازم تشوف مع مصلحة تنفيذ العقوبات على مستوى المجلس لبلغوله نص القرار الغيابي عن طريق المحضر القضايا أو عن طريق مصالح الأمن وحدها من الطريقتين اللي يبلغوا بهم عن طريق مسال الأمن طريق المحضر القضايا وتعطيله الأجل تعالى المعارضة باش يدير فيه المعارضة وإلا تبرى القرار النهائي هذا هو الحل تعالى مصلحة تنفيذ العقوبات هي اللي تقوم بالواجب أنها تبلغ له القرار لأنه شو اللي يديروه ولا يخرج القرار وما يجيش ما تفوت وليه ثلث سنوات يدير تقادم مهما كانت الجريمة خاصة إذا كانت جنحة وهذا الأمر طبعا فيه فراغ كبير وفيه فرصة لهروب المجرمين من العقوبة إذن أحسن شيء أنك تشوف نيابة وتشوف مصلحة تنفيذ العقوبات يبلغولوا هذا القرار ويعطيه للأجل لتعويض بشيجي يدير المعارضة ويوصل في مصير المعارضة أو سواء بالرفض أو بتخفيض العقوبة أو بنزيد العقوبة أو برفع التعويض أو أي شيء آخر المهم أنه لازم نعطوله فرصة أنه يدير طبقا للقانون طبعا هذا حقه أنه يدير معارضة في القرار الغيابي ولو أنه طريقة تبليغ فيها كلام التبليغ عن طريقة تعليق يعتبر في المواد المدنية بمثابة تبليغ صحيح ويصدر الحكم في حقه حضوريا يصدر في حقه حضوريا بعدما بنغلاله عن طريق التعليق حتى في الجانب الجزائي أو في القضايا الجزائية المفروض نفس الشيء أنه يصدر مدام في في القضايا المدنية يصدر القرار حضوري عن طريق التعليق المفروض نفس الشيء بالنسبة للقضايا الجزائية ومع ذلك القرار الصدر الغيابي لا بد من أننا نبلغ له القرار ونعطيه له مدة عشرة أيام أنه يدير معارضة في هذا القرار وإلا سقط حقه فيها إذا فات العشرية ما بدارش إذن لم يعد من حقه أنه يدير معارضة ويسبح بذلك القرار النهائي وثمر مباشرة إلى إجراءة الحجز إذا صفت عنده حاجة معنا مكالمة سيمسطافة مرحبا بك معكم السلام الحمد لله سيمسطافة مرحبا سيمسطافة مرحبا سيمسطافة مرحبا سأخبرك سأخبرك عندي الأخ تاعيب عنده قضية عنده قضية خلق عنده قضية خلق ما سمعتك؟ زوجة تاعو دات لقضية خلق نعم نعم بعد المحاكمة والصالح وكذا بعد خرجت نتيجة أنه قررت قرارت على القاضية أنه تلاتين مليون سأخبر الأخ تاعي قلوا له شرطات أنه شرط يتلاتين مليون يترجع الأهلها وولاته شرطاتي 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 هو حق للزوجة وحدها بمعنى الزوج تحق ما عنده حق يقول نعم أو لا والقاضي ليس له الحق أن يتدخل بمعنى أن الزوجة إذا قررت وطلبت الطلاق خلعا القاضي يستجيب لها يدخل فقط في تقدير الجانب المادي يعني التعويض هذا وشكين نعم صح الأستاذ من جانب تعويض كيف المدّة التي تزيد لها الزوجة في بيت أهلها نعود لي أخرج قرار أنه يخلص الإيجارة على البيت وحد الساعة في تقريب 6 أو 7 أشهر حد الساعة ما زال ما زال ما طوله فرصة يشوف الأولاد تار بعد ما يصدر قرار الطلاق إذا عندها أبناء الأب أو الزوج ملزم بأنه يوفر مسكن لممارسة الحضنة أو يدفع مقابل مالي يسموه بدل الإيجار ويدفع النفق للأبناء حتى إذا كان الطلاق عن طريق الخلع يعني في جميع الحالات الحضنة والنفق والإيجار واجب على الزوج نحو ماشي نحو زوجته نحو أبنائه المحظونين من طرف طليقته طليقته في أستاذ فيما يخص البيت الإيجار هو عنده ببيت إيجار في المنطقة لها ساكن فيه نعم هي شرطة أنها تفدي ببيت إيجار بعيد عن تقريب 100 كيلو نعم أبنائه أبنائه في ببيت الإيجار عنده في الساكن يقارب له وهي بحكم أنها تسكن في بيت أهلها تقريب 100 كيلو مسافة ساكن في بيت أهل تقريب لا وإن شكل أهل التوحي ساكن في بيت أهلها نعم هذه حدثة في بيت أهلها وهو عنده ساكن إيجاري ساكن أجر لها ساكن بقرب السكن بقرب مقر تقريب نعم وش هبتتعرف برد وش شرطت أنها يكون مسكن إيجار قريب من أهلها لا لا يهم إيجار لا يهم كي أن أزواجي يديروا ذكارة يعني عن قصد يروح يكري في بلاصا في الجبل ولا يكري في بلاصا ولأن الجبل طبعا أحسن مكان يكري في بلاصا وين الكري يكون رخيص ظروف مزرية يعتقد بأنه هذا هو الجو اللي رح يوفره لتربية أبنائه هو حبي يعاقب الزوجة يروح يكري في مكان يعاقب أبنائه في الحقيقة وكان للعكس يعني الإيجار هو عشر ألف دينار ولغا يكري لأولده في مكان بخمسين ألف دينار يعني كل إنسان فلسفته في الحقيقة كيف يجدير توجاهها نعم 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 أستاذ هي بحكم أنه وقيف المقرس كانت عروق وعنده معنى تقول ساكن إيجاري ولا تقول لها ضرورية ومرافق ضرورية وعلى أساس حكم يقول لك شوف القانون القانون لا يشترك مكان معين القانون لا يحدد مكان معين القانون يقول إيجار اكري وخلاص ولكن لك إحنا العراق لا يلقى هذور كأنها لحال رؤية الأولاد لا يزال لا يخرج في القرار حكم الإيجار لا يخرج في القرار شوف هو إسمعني وإذا كان قادر إذا كان قادر إذا كان قادر الإنسان هذا أنا نعطيك في نصيحة خارج لنعمل القانون بجيه إذا كان قادر راح يكره لأولاده وليس هكري له المرأة هذه لأنه طلقها خلاص إذا حب أولاده يسكنوا في خيمة يسكنوا في خيمة إذا حب أولاده يسكنوا في سكن محترم يسكنوا في مكان محترم ذوقه هو شوحب لأنه في آخر المطار في آخر المطار إذا ما هو فرسكن إسمح لي هو قالهم سكن لا أبقى في الحياة إخلاص يجيب محضر قضائي يجيب محضر قضائي يخرج يدير معينة ويجيب عقد إيجار يدير عقد إيجار يديروا ويبلغوا لها عن طريق محضر قضائي وخلاص يعني هو دار الالتزامتها والتعاقدية على الإيجار دار الالتزامت دار الالتزامت دار كما كذا خلاص إذن الأمر الأمر منتهي لكم نزيد نوضحك أكثر معادة يعني في كثير من الحالات الزوج قلنا وهذه حقيقة وما يزعفوش من الأزواج لأنه هذه الحقيقة لما يطلق يحب يعاقب طريقته وباش يعاقبها لأنه وهو في بعضهم ما كانش انتقام لأنه كل واحد في حاله ينتقموا عن طريق الأطفال يقول لك نكرلها في مكان ما تقدش تروح له ولكن ولادك تري ما يقدش يروح له شوف الظروف النفسية الحضانة راح للأم الله غالب راح للأم ذو القانون دير كيفاش نحن يعيشوا في هذه الظروف لما تكرلها في منطقة معزولة وفي منطقة نائية وفي منطقة باش ما نقلوش في منطقة ظروف فيها ظروف الحياة صعبة شوية يعني تمدرس كثير من الأمور صعيبة مش تتخيل أنت تتخيل ولادك راح ينضل في بيئة حسنا انت كاري كاري قلنا لم يسور الحال ولا بس به ما فيها ولو إذا كان بدل إيجارة خمسة لف دينار عشرة لف دينار وانتقاد تكري أكثر كري أكثر لأنك راح توفر ظروف لأبناء تأك ظروف أحسن ما تفكرش بأنك راح تكرير الزوجتك لأن زوجتك راح تكريرها لأنها راح تخدم أبناءك طبعا لهم أبناءها أما إذا ما توفرت لك توفر لك بيت وعندك مكان لائق نظن بأن كل الناس راح يمشيوا معك حتى القضاء دير عقد إيجار ودير عرض عند محضر قضائي ويبلغ لها عقد الإيجار ويبلغ لها بالسكن أو متوفر المفاتيح حرام عند المحضر القضائي وتروح تدين مفاتيح وتدين عقد الإيجار وانت خلاص الالتزام بتاعك تتوفير بدل إيجار أو توفير مسكن لممارس الحضانة خلاص راح لأنك وفرت البديل وبديل محترم ولي من هذا البديل لي أبناءك ما هوش لأشخاص أجانب عليك ولكن كان الناس اللي غالب يحبوا يوفروا ما يقدروش يوفروا ما توفر قال أنا وش نقدر نقدر على هذا المسكن إذا راح وراح وإذا ما راحوش تدفع بدل إيجار لأن القاون يقول توفير مسكن أو بدل إيجار بدل إيجار أو مسكن يعني واحد من الاثنين إذا ما قدرش تدفع بدل إيجار اللي قررته المحكمة وعادة ما يجيوش عشر لف دينار ما يجيوش خمسة عشر لف دينار نظل في كثير من الأحيان الزوجي بحث على بدل إيجار أحسن يقولك من كليسك لأنه أرخص بكثير للأسف معنا اتصال ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام وشكرا أستاذ مالباز نعم مرحبا بك شرف عظيم أنا نحضرهم حك نعم قلت لك شرف عظيم أنا نتكلمهم حك إيه الله يبارك الله يسلمك كل شرف للبرنامج أنه أنه عنده مشاهدين وعنده مواطنين طبعا يثيقوا فيه ويبحثوا عن استشارة بارك الله ويجزاك الله الله يسلمك شكرا نعم نقبل نفسي أنا من ولاية البرا نعم نحن مستفيدين من سكن البيا 2 البيا 2 سكن 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 البيا 2 ما هي السيغة؟ البيا 2 البيا 2 البيا 2 البيا 2 نحن لدينا الحق في 50 مليون تقليل تقليل المساهمة الدولة ليس مشاهمة الدولة هذا مساهمة الدولة نحن المساهمة الدولة لنا لأن في البيا 2 نحن نقليل سكن رفين في صندوق المعادلات نعم نعم كل شهر نحونا من موين نحن لنا نحن ندفق نحن جمع في عمر يضع الاستثاثاء الجمع قلنا نبروك عليكم و أعطوهم لنا و بعد نحاولكم و بعد ما قالوا نا و بعد أن يدخلوا 50 مليون على البروموتور لم يدخلوا كيف نروح للعين نهجة استفسار عنه لم يدخلوا قال لك نظرا لعدم وجود اتفاقية بين الفنبوز وبين السيانال لم يكن اتفاقية بينهم دراهم توقعهم لم يكن أين مدوهم لكن هذا القانون جديد في 2019 نعم و بعد نحن النظر هي ساكنة البروموتور يكمل لم يكن لديهم الحق على الفنبوز مثل اليروتريتي مثل المداجة مثل الريجيس كومت النظر هي ساكنة نحن رحنا القانون على الفنبوز ما يقول يقول لوكان ستخلص 50 مليون نحن خلصنا جعل يطرنش لم يكن أولارو خلصنا جعل يطرنش قطلنا طرنش واحدة قال لك لوكان تخلصها لوكان ما نخلصها و رح نسكنه يجعون نظرا لفنبوز يعودون الله كيف ممنوع أن نخلصها مقبل هذا القانون تحب نعم نحن رحنا عندهم قلنا لهم أعطوا نظراهم قال لك لازم حتى يجو المدارية العامة في هذه النعجة استقبلونا بها و ما شاء الله الله بارك الله فيهم قال لك لازم تكون اتفاقية بين وزارة العمل و اتفاقية بين وزارة يعني عاف خلينا اسمع انتعطيت نالي ستوريك تاع السكن هذا أعطينا المشكلتاك مباشرة باش نعطوك توجيه احنا لفنبوز ما نعطونا شدرا قال لك استناحة نجلوا نصف طنفلينية و نصف طنفلينية أنا عندها عشرين و شعر ما داروا هاشو وش عليه انت على ما رحش القضاء رفع الدواء على لفنبوز ما نعطوه ما نعطوه ما نعطوه ها هي اللي محبش تمدرها انت لا ترفض قضية على المقاول ولا ترفض على جهة واحدة اخرى الجهة اللي عندك فيها المشكل لترفض التنظيم صدور المراسيم التنظيمية هذا مشكلتهم هما وش مشكلتك انتا انت المشكلتاك وين راهو حاصل تما تروح مباشرة للجهة ديك باش تديبروك هذاك المبلغ عن طريق القضاء قلنا لهم نحونا مش فيشي خلينا عاشو خلينا من القيل والقال قلت لهم قالنا فوتوا اللوء تتري 20 سنو انت تروح تدرى معهم يهدروا معك لازم تروح تدير الإجراء الاقتصادي شعال عندها نعمة ماذي هذي راهي من عندها 20 شهر عشرين عطونا القرار ومعطونا شدرها عشرين شهر عدنا عشرين شهر تقريب سنتين ايه لازم ترفع دعوة تلزمها تلزم انهم يسدوا الشطر الذي يقعوا على عاتقهم في هذه العملية ولو ان قطاع السكن يعرف الكثير من الثغارات بالنسبة للمستفيدين او بالنسبة للإقصاء او بالنسبة للاستفادة يعني كان كثير من الثغارات اللي يطرحوها ناس مثلا شخص زوجت او استفادت كي كان في عمرها عشرين سنة والزوج بها في عمرها ربعين سنة يبدوها استفادة عشرين سنة ما يحرموه هو لانه لانه تزوج بها بعد عشرين سنة هذا مثال فقط اذا لابد من اعادة تحيين كل هذه الإجرات تحيين تحيين يعني كل سنة لازم ندير التحيين ما تروحش الان تخدم لي بمرسومة 2001 كثير من الأمور تغيرت اذا تروح انت للجهة اللي ترفض انها تسلم الأموال ثرف عليها الدعوة وتطلب من القضاء انه يلزمها انها تسدد الشطر الذي يقع على عتيقها والذي يعتبر حق من حقوق هذا العامل او المستفيد بموجب القانون الامر سهل تروح انت للمقاول المقاول ما عندهش علاقة به المقاول ما عندهش علاقة به اذا الجهة اللي رأيي مش حابة تخلص بحجة او باخرى هذا الجهة لازم القضاء يلزمها وهذا هو المنطق مبارك الله فيك شكرا 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 والله يكتمين المواضنين نلتقيهم في الشوارع نلتقيهم طبعا عن طريق اتصالات عن طريق بطرق او باخرى واستفادوا من سكنات بكل سيغ يعني تقريبا ما كانش اللي ما عندوش مشكلة انا نقول بانه التحيين لازم يكون سنوي كل سنة ندير تحيين الشروط الاستفادة وشروط الاقصاء وحتى ما بعد الاستفادة لازم يكون كين تحيين كثير منها الشروط السكنات اجتماعية السكنات في اطار برنامج عدل راه مؤجرة وراه يتباعت وكي ما يكونش كين تحيين نروح للقانون نقديم من القامة ما فيش قليات ندير التحيين لان التحيين من يجي يجي من الاوضاع الجديدة كل ما يكون كين جديد لازم يكون كين تحيين مواطنة بعد قليل طبعا اليوم اخترنا نص المادة 34 من قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية هذا القانون اللي اصدر في 28 افريل 2020 قانون جا في ظروف معينة وين خطاب الكراهية تجاوز كل الحدود بحجة الانتماء الى جغرافيا معينة بحجة انك انت ابيض وانا لوني اسمر او كما يقال في الدول العنصرية لوني اسود انا تحدث لغة معينة تتحدث لغة معينة انا من مستوى معينة من مستوى معينة انا اعتبر نفسي جنس سامي فوق كل الاجناس العالم تخلص من كل هذه الامور التي تجوزها الزمن اصبح العالم كل بلد واحد شوفوا اوروبا فقط تخرج من بلد بعد نصف ساعة تكون في بلد اخر لا رقابة ونفس الخطاب ونفس الكلام ونفس الحديث الناس كلهم كيف كيف للأسف في ظروف معينة اصدر هذا القانون نظر لتنامي خطاب الكراهية والتمييز في الجزائر كان لابد ان يكون هذا القانون هذا القانون لكثير من الاشخاص لم يعرفوهش والله الكثير من الاشخاص يعرفوه لكن لم يعرفوش لمحتوى تعوه خاصة مع التطور التكنولوجي مع الحسابات الفيسبوكية مع المواقع الالكترونية الحسابات الالكترونية يكتب اي شيء دون ادراك لخطورة وش ينتظروا غريب جدا انك تكتب كلمة اثنين وانت متعرش بان القانون يعقب من خمسة الى عشر سنوات كل من ينشئ حساب الالكتروني او صفحة الالكترونية تقوم او يشرف عليها تقوم على نشر هذا الخطاب خطاب التمييز والكراهية وخطاب التمييز والكراهية مجاله كبير يعني من هذا المنبر اعتمدنا او عمدنا اننا نجيب نص هذه المادة اللي هي واحدة من مجموع مواد كبيرة وكثيرة جدا ومتشعبة وشاملة لمكافحة او الوقاية من هذا الخطاب اللي هو خطاب التمييز والكراهية انا شكون وانت شكون ارقى منك انا جنس اخر انا بشرتي احسن من بشرتك انا نسكن في منطقة جغرافية كذا وانا من منطقة كذا حذاري القانوني عقب من خمسة الى عشر سنوات ديرمنشور فيه سطرين او ثلاث اسطر وتكتبوا في لحظة راحة وانت في بيتك الله في مكان عملك والله بالهاتف تاعك وانت لا تدرك بان القانون يترسدك قلنا ممنوع ومرفوض كل خطاب يحث على الكراهية والتمييز قلنا العقوبة من خمسة الى عشر سنوات والغرمة من خمسمية مليون سنتيم الى مليار سنتيم خمسة مليون دينار الى عشرة مليون دينار جزائري كغرمة واجب التذكير بنص هذه المادة الموجودة قلنا في القانون القانون الوقاية من خطاب الكراهية والتمييز طبعا هو القانون عشرين سفر خمسة المؤرخ في 28 افريل الفين وعشرين هكذا ينتهي وقت البرنامج بلسبة الاعداد اليوم نلتقي ان شاء الله في قدم الاعداد انتظروا اتصالاتكم انا الاستاذ كورتر ابتحفيظ شكرا نظمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة